بقول الله تعالى إن هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ذي العزة والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نتوجه إليك بحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع والقاسم لما تعطي من فضلك وجودك لأبادك وخلقك يا أرحم الراحمين وبسر بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقع اللهم أنزل علينا في هذه الساعة من خيرك وبركاتك ما أنزلت على أوليائك وخصصت به أحبابك وأذقنا برد عفوك وحلاوة غفرانك وانشر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء وارزقنا منك محبة وقبولا وتوبة نصوحة وإجابة ومغفرة وعافية يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا مغفرة وعافية تعم الحاضرين والغائبين والأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تخيبنا مما سألناك ولا تحرمنا مما رجوناك واحفظنا في المحيا والممات إنك مجيب الدعوات اللهم يسل لنا رزقنا كله بلا تعب ولا من من أحد واكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم نتوسل إليك بجاه وبقدر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إن كان رزقنا في السماء فأنزل وإن كان رزقنا في الأرض فأخرج وإن كان بعيدا فقرب وإن كان قريبا فيسر وإن كان يسيرا فكثر وإن كان كثيرا فبارك لنا فيه وطيبه لنا يا أكرم الأكرمين وإن كان طيبا فباركه لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن أبواب خلقك قد غلقت وإن منافذ الرزق عند عبادك قد ضيقت ولا أمل لنا إلا فيك يا أكرم الأكرمين يا محي الأكساد بعد الممات يا منشأ كل شيء ولا يصعب عليك شيء اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي رجوتك بقدره يسر لي هذا الأمر الذي أسير فيه وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين